اعلنت شركة لامانشا القابضة التابعة لرجل الاعمال نجيب سويرس عن انشاء صندوق لامانشا فاند وهو صندوق استثمار طويل الاجل مكره في لوكسنبورغ ومتخصص بشكل اساسي في مجال تعدين الدهب وقالت الشركة ان شركة لامانشا كابتل الاستشارات القانونية هي المكتب الاستشاري للصندوق وضفت انه تم الانتهاء من الاغلاق الاول لصندوق باستلان جميع اصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا بالاضافة الى استثمار قدره 100 مليون دولار من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة سويرس المساهم الاجبار في الشركة وذكرت الشركة ان الصندوق اعتبارا من اليوم يدير اصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار كما يدرس العديد من الفرص الجديدة كما سيكون الصندوق متاحا امام جميع المستثمرين الاخرين في وقت لاحق وقال نجيب سويرس رجل اعمال المصري رئيس مجلس ادارة شركة لامانشا خطوة انشاء صندوق استثمار هي نتيجة طبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015 حين قمنا ببايع اصولنا التشغيلية لشركتي ايفولوشن وانديفور مقابل حصص رأسمالية وضف صويرس ان التحول الى تأسيس صندوق وفتح المجال للمستثمرين يأتي في وقت مناسب جدا نتوقع فيه العديد من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال مفتتا ويحتاج الى المزيد من الاندماجات واستطرد قائلا سيتم دعم الصندوق من قبل لجنة استشارية سأقوم برئاستها وستظم عددا من الشخصيات المعروفة في قطاع التعدين لدى الكثير منهم تاريخا طويلا في العمل مع شركة لمنشا وتقديم الخدمات الاستشارية لها وظهرت الشركة ان الهدف الاستثماري الاساسي للصندوق يتمثل في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية وسيستثمر كذلك الصندوق بشكل اساسي في محفظة محددة تركز على الاسهم المدرغة طويلة الاجل ولكنه قد ينظر لاستثمار جزء اصغر من اصوله في الاسهم الخاصة بحسب بيان الصادر من الشركة وقالت الشركة انه تماشيا مع استراتيجية الاستثمار التي اثبتت جدواها في شركة لمنشا سيسعى الصندوق الى الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات الموارد المعدنية الصغيرة والمبتدئة ذات الامكانيات الادارية والجيليوجية القوية التي تمكنها من تنفيذ استراتيجية خلق القيمة في خلال ثلاث الى خمس سنوات والتي من شأنها تعزيز وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط قاعدة التكلفة وتعزيز القدرات الادارية عند الحاجة وتحسين كذلك خطط عمر المناجم وزيدة كفاءة المصانع وتعزيز خطط العمل البيئية والاجتماعية والحاكمة كذلك المساعدة في اطلاق فرص النمو العضوي واجاد فرص خلق القيمة من خلال وضع خطط الاستكشاف طويلة المدى وكذلك تطوير الاصول وانشاء مناجم جديدة وزيادة انتاجات المصانع باللطف ايضا الى تعزيز ودعم فرص النمو الخارجية المتراكمة من خلال عمليات الاستحواز والاندماج الاكليمي واستكشاف عمليات الاندماج مع لاعبين اكبر وذكرت الشركة ان من احدى اهداف الصندوق كذلك ان تسعى ادارته الى تحسين المقاييس البيئية والاجتماعية والحاكمة داخل شركات محفظته خلال فترة الاستثمار لانها تؤمن بوجود ارتباط قوي في قطاع التعدين بين الربحية وتطور الاداء البيئي والاجتماعي والحاكمة واضفت ان الصندوق يضم اكثر من عشرون من الكفاءات المتفرغة منهم اجيوليجيون ومهندس التعدين وخبراء الاستثمار الذين يتبتعون بخبرة تشغيلية كبيرة في هذا الكطاع وكان العديد منهم جزءا من قصة نمو شركة لمنشا لسنوات عديدة ويقع مقر الفريق في المملكة المتحدة وليكسنبورغ يظهر ان شركة لمنشا قابضة هي شركة استثمارية ممنوقة للقطاع الخاص تركز في المقام الاول على الفرص في قطاع تعدين المعادن الثمينة عبر مناطق جغرافية متعددة وتعتبر شركة لمنشا مستثمر طويل الاجل يسعى الى دعم الشركات التابعة له من خلال توفير رأس المال والخبرة لتمويل خطط التوسع ولده ايضا سجل قوي وحافل في قطاع التعدين منذ عام 2012 وفقا البيان الصادر عن الشركة كانت هذه تغطية سريعة لقناة الاموال خاصة بانشاء صندوق للذهب من خلال رجل اعمال المصري نجيب ساويرس وسوف انا وفيكم في المتابعات القادمة ان شاء الله بمزيد من التفاصيل حول هذا الصندوق الجديد نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة